هؤلاء هم من يدفعون الثمن فمنذ اللحظات الأولى لولادتهم تبدأ مأساة هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في غزة الحرب لا ترحم كبيرا أو صغيرا ففي جناح الولادة بمستشفى الشفاء يحاول الأطباء إنقاذ أرواح بريئة رغم النقص الكبير في الإمكانيات المتاحة لدينا الآن العديد من الأطفال تماثل للشفاء ونحن نتصل بأسرهم ولكنهم لا يستطيعون أن يأتوا ليأخذوهم لأنهم نزحوا من مناطقهم أو تم تدمير منازلهم بالفعل فهم لا يستطيعون رعاية هؤلاء الأطفال وهي مشكلة كبيرة من ناحية أخرى هناك أمهات استطاعنا الفرار من الحرب يلدنا في المستشفى التي تعمل في ظروف صعبة تتمثل في انقطاع الطير الكهربائي ونقص المعدات وعدد الأسرة ورغم أن الأطباء يعملون ليلة نهار لمراقبة صحة الأطفال حديث الولادة إلا أنهم لا يستطيعون إرضاء الجميع صال 12 يوم بنتي في المستشفى أنا مش عارفش فيها تصلوا لي اليوم بيقولوا تعال خد بنتك تعال خد بنتك ليش أخد بنتي بنتي مش عارفين إيش قمتوا منها إيش عملتوا فيها بنا موخزين إحنا عارفين الوضع الصعب والناس بتعاني والكل بعاني وإحنا مع الربنا يرفع الحصار ويرفع كل شي عنا بس مش بيدنا برضو أنا عندي أطفال برضو في البيت سيبهم وطفل حديث الولادة يعني مش عارفش مصيرها أوضاع صعبة يعيشها الأطفال وأهلهم داخل المستشفى ولكن على الرغم من ذلك فإن حالهم أفضل كثيرا من غيرهم من المحاصرين بسبب الحرب على القطاع